لقب بعيد الفطر السعيد ولكن قد لا يحمل سعادة حقيقية لمواطنيه بعد القلق الذي أنساهم فرحته باحتمال حلوله قبل نهاية الشهر أي قبل صرف الروعتب فعندما تجول أسواق المدينة تشعر بفراغ كبير لم تعتاد رؤيته في مثل هذا الوقت من الشهر فالعيد سيطرق الأبواب قريبا لكن يبدو أن بهجته باتت تنطفئ سنويا مع ترد الأوضاع المعيشية للمواطن وارتفاع الأسعار الدائم فلو افترضنا أن المؤسسات بقطاعيها العام والخاص صرفت الجاتب مبكرا فهل سيعود ذلك الإرهاق الاقتصادي الذي تعانيه جيبة المواطن المتلهفة للسيولة النقدية وهل ستتحمل تكاليف العيد خاصة بعد استنزاف رمضان لكل متخراتهم وهل سيبقى للعيد بهجة حقا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر